أفاد مرسلنا في بغداد نقلا عن مسؤولين عراقيين بإقالة سبعة من كبار مسؤولي وزارة التجارة العراقية لاتهمات تتعلق بالكسب غير المشروع وذكر مسؤولنا في وزارة التجارة العراقية أن قرارات الإقالة اتخذت من قبل القائم بأعمال وزير التجارة وطلت مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب وهذه القرار ضمن سلسلة إقالات تشمل كل من لهم صلة بشبهة فساد بحسب المصدر ذاته وكان القضاء العراقي قد أصدر شهر الماضي مذاكرة اعتقال بحق وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم بعد تحقيق بشأن تلقي رشا أو رشا والحصول على مزايا بشكل غير قانوني وإساءة استغلال منصبي